تفقد ولي العهد سير العمل في مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 في مكة المكرمة التابعة للمركز الوطني للعمليات الأمنية وذلك في إطار الإطمئنان على استمرار تقديم أرقى الخدمات للحجاج من خلال احتواء جميع البلاغات التي ترد للمركز والتعامل معها وفق أحدث التقنيات الحديثة كان في استقبال ولي العهد لدى وصوله المركز قائد مركز العمليات الوطنية بوزارة اللواء ركن عبد الرحمن الصالح ووكيل وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني العميد فهد بن زرعة وعدد من العاملين في المركز في بداية الجولة التفقدية ألقى قائد مركز العمليات الوطني كلمة تحدث خلالها عن آلية عمل المركز والتقنيات الحديثة المستخدمة به والمراحل التي يمر خلالها البلاغة إلى جانب عرض للخطط المستقبلية للمشروع الموحد 911 ثم اطلع ولي العهد على الجانب التقني بالمركز واستمع لشرح عن التقنيات المستخدمة وأبرز المشاريع التقنية لوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني التي تهدف إلى تحقيق التكامل التقني والفني والتنصيق الأمنية بين قطاعات الوزارة ثم شهد ولي العهد فيلما وثاقيا عن مركز العمليات الأمنية الموحدة 111 والأنظمة التقنية الحديثة المتوفرة فيه بعد ذلك وقف الأمير محمد بن نايف على فرضية حية لنظام مركز العمليات الأمنية الموحدة 111 رحلة بلاغ بواسطة تقنية حديثة تساعد في تقييم الموقف واتخاذ القرار إثر ذلك تفقد ولي العهد أقسام مركز العمليات الأمنية الموحدة حيث تفقد سير العمل في قسم المراقبة التلفزيونية وقسم استقبال البلاغات وقسم ترحيل البلاغات أشهد ولي العهد في نهاية الجولة التفقدية بمشاهده في المركز من تقنيات وكوادر بشرية مؤهلة مشددا على ضرورة دعم المركز خاصة قسم استلام البلاغات بموظفين يتقنون التعامل مع مختلف جنسيات ولغات حجاج بيت الله الحرام إلى جانب زيادة عدد العاملين في المركز حتى ولي العهد الجميع على بدل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق أهداف المركز المنشودة لخدمة الوطن والمواطن رفق ولي العهد خلال الجولة التفقدية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية